طلعت لي ورقة غريبة جدا شوي يعني لفتت انتباهي بالفترة الحالية يشوف البعض من برج الجوزاء عندهم نوع من عدم الثقة بالنفس اكو شيء او رحيل مفاجئ فقدان مريت بي او حتى انتقال ممكن نقول من مكان او من علاقة للعلاقة او ممكن يكون اكو شخص طلع من حياتك تجأة طبعا هاي قبل ما احشى طاقة العامة بس بصورة عامة اكو شيء لفت انتباهي فحبيت انو اقولها قبل ما ابلش بالقراءة بالطاقة العامة الموجودة هي ورقة البعض منكم يا برج الجوزاء اشوف رحيل هذا الشخص المفاجئ او تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم الثقة بالنفس اكو اتزاز بالثقعتكم البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه مقانع عن شكله بصورة عامة حتى شون نقول يعني ياثر عليكم نفسيا ان البعض منكم ممكن محا بحالة يعني شون شكله او مظهره بصورة عامة كله هو مقتنع به ده يحاول انو يغير من نفسه التغيير طبعا ايجابي ولكن سبب التغيير هو شخص هذا الشخص اشوف ممكن اكو كلمة حجاهة وهي الكلمة هي اللي خليتكم انو تفقدون ثقتكم بنفسكم وتنقلبون رأسا على عقب مع انو برج الجوزاء مو من سهولة انو شخص يأثر علي بكلام بالعادة هو اللي يحب يحكي دائما وثرثار بس اكو شخص اما قال او اتصرف تصرف اتجاه برج الجوزاء خلى برج الجوزاء بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه ما اقول شبه معدومه وانا ما مهزوذة فهو ده يحاول انو يجمل نفسه في سبيل انو ثقته ترجع له مو حتى هو يتغير او يسوي تغيير ايجابي بحياة الاحسن لا وانما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي يحكي هاي الحكاية او اتصرف هذا التصرف ينتبه الي هذا الشي غلط انا ركزت على هذا الشي بالبداية قبل ما اقرأ لانو صراحة الورقة هواي شدتني ف يعني برج الجوزاء انت مو انت مو يعني شخص قلك كلمة اثر علي كده اكو شخص قلك كلمة اثر علي كده اكو شخص قلك انت محلو او انو اكو او شن هذا العيب اللي بيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قلك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشي خلي ثقتك بنفسك عالية انت اساسا يعني متجدد دائما و جميل ف اذا اكو احد قلك هاي كلمة او ممكن تكون طاقة بعده يعني هس ما متحققة ممكن شخص بالفترة الجاية رح يجي رح يحشو ياك هاي الكلمة فاذا بعده هذا الشخص مظاهر بحياتك وما حانش او ما تصرف هذا التصرف انه مثلا هو تركك وراح الشخص وجوز انت رحت وراه بعدين انه هنا عنده طاقة مراقبة راقبت وشفت الشخص اللي هو راح وياه ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زياده وعنده جاذبية فهذا الشي سبب لك قلة ثقة بنفسك انت لعب مو بيك انت ما بك عيب ومو شارط اذا كان هذا الشخص يعني اجمل انه هو احسن منك اكو اشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فالبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج انه يرجع ثقته بنفسه مثل الاول واكثر بعد هذا الشي كلش ضروري لان راح ياثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي هذا الشي ماثر عليك انت ما قاعد تقدر اساسا تبدأ بداية جديدة راح احتيكم اياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي هسا خلونا نبلش بالطاقة العامة البرج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية اول ورقتين اليك واني خلط الاوراق وحبيت اركز عليهم لانه حسيت انهم مهمين الطاقة العامة اليك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية اوني اشوف انه انت عندك طاقة مراقبة عالية لشخص تحس انه هذا الشخص عنده اسرار هذا الشخص ممكن تحس انه هو عنده طرف ثالث بعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث وانت اساسا هذا الشي راح تكشفه عن قريب اذا ما كشفتك ان هاي الطاقة الحالية فممكن انت تكون كاشف هذا الشي او انت متأكد منه ولكن الحد الان انت ما لازم شي بايدك فاشوف عندك طاقة بحث الفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لانه عندك شك انه هو بالفترة الحالية اكو طرف ثالث موجود بحياتي وشكك بمحلة راح يكون وانت راح تكتشف هذا الشي لانه هنا 7 of sword مقلوبة فهذا الحرامي انكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية انت راح تكشف سر عن الشخص اللي انت حاليا قاعد اتدور وراه الشخص اللي وراك اشوف انه اكو شخص منسحب عنك شوية وعنده عواطف مكبوتة تجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد دور وراه لا على الاغلب اشوف هذا شخص جديد او ممكن شخصه من الماضي وطالع من حياتك صالة فترة ودا يراقبك من بعيد بس هو متردد انه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدو اياك بداية جديدة او حتى يطلب منك بداية جديدة اشوف اكو هنا عواطف مكبوتة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول انه هو يحكي يحكي اياك الفترة الجاية بس للاسف انه اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لان انت راح تكون بي مجروح او ده تعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت بي او ده تمر بي حاليا فلها سبب انت يعني سبحان الله هيا الاوراق قاعدت السلسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة انت ده تحاول تدافع عن نفسك تحمي مشاعرك انه انت خايف انت مثل ما قلت لك انت اريدي طالع من انفصال مؤلم اكون انفصال مؤلم وحاليا انت بطاقة الشفاء ده تحاول انه تستجمع نفسك وده تحس انه انت مو غير قادر على انه حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية لانه العلاقة اللي انت شنت سابقا بها كانت علاقة متعبة هوايا تطريت اتحارب هوايا تطريت اتواجه ناس وهوايا حاولت انه تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي انت شنت تحاول تحافظ على علاقتك ويا هو كان مقدس ثقة لانه اشوف اكو طرف صالف هنا موجود بيناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم فلها سبب انت خايف انه تفتح قلبك انت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج الجوزاء عندك مخاوف من الرفض او مخاوف انه ترجع تنعاد بك الاشياء اللي صارت قبل فالهالسبب انت تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك او مخاوفك وقلقك عندك مخاوف انه اكو شخص راح يخونك بكل لحظة اكو شخص راح يتركك حاول انه تكمل فترة الشفاء اللي انت بها لا تتردد حاليا انه تاخذ خطوة جديدة انا اشوف فترة اخذ فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الالم اللي انت بيه كمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة وهي الشخص اللي جايك حسنا فصلنا الوضع العاطفي قبل مناتي الاملي خلونا نتقل للصاعد العملي الصاعد العملي برج الجوزاء اشوف انه برج الجوزاء البعض من عندكم ممكن قبل ما هاي الظروف تصير شنت منتظر عمل اكو شغل ممكن احد شان واعدك بيه وشنت تشتغل اكثر من شغله في سبيل انه يتوفر مصاريف البيت اذا شنت انت مسؤول عن عائلة طبعا لانه قرار عامة فممكن يكونون اكو رجال ايضا متابعين للقرار فشان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عملي شنت تتحاول تشتغل في سبيل انه يتوفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية اشوف بعض الظروف والحظر والمعرف اشوف انه انت حاليا ما عندك شغل او نقول يعني شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي ده يأثر على نفسيتك هوايا وديأثر على بيتك على مصاريفك فده اشوف عندك تفكير كلش تشبير بالعائلة والبعض من عندكم اشوف ايضا ممكن شان عنده بيع يعني يريد يشتري عقار او حتى يبيع يعني كشراء منزل او بيع منزل وبس هذا العقار اللي موجود حاليا انت هو قاعد تفكر هو يتريد ان هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ولا تأجيلات تأجيلات ولا تأجيلات فاذا كانت انت عندك نقلة اذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشي محبطك واذا كانت ناوي ايضا تشتري هم هذا الشي متوقفة عندك طاقة احباط بموضوع يخص منزل او ممكن حتى اصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس انت مقاعد تقدر انه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصارف اللي موجودة عندي طاقة بيت هنا طالعة فممكن انت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركزك الاساسي على البيت موضوع بيت سواء كان اصلاحات او شراء او بيع او حتى نقلة من مكان للمكان اكو نقلة ولكن قلت لك اكو شوية تأخيرات الامور خلال ست اسابيع ان شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة او يعني كعقار مازل خلال ست اسابيع اشوف الامور راح تبلش تتحرك واردي اكو موجودة نقلة فاكو نقلة اليك خلال ست اسابيع هسا خلونا نجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي اشوف برج الجوزاء البعض من عندكم قاعد يعاني من الام بالاقدام ومؤثرة عليه هواية وايضا اشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء اشوف اكو حمل اما انت حاليا حامل او راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منيش بالنسبة للبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك انو تحافظين او ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة باي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن انو اما انتي كنت حامل وهذا على الاغلب انو اكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي دا ينطيك اشارة انو خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتش شوية راح يكون متعب بالنسبة للتش اذا كان حمل الجديد فاكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك يعني ان شاء الله ما يعني خير لا تخافون بس حاول انو تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لانو هنا قاعد اشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة اما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة اشوف انت ممكن عندك خلاف ويا احدا من العائلة كأن يكون اخ او اخت على الاغلب يكون اخ صاير بينك وبينك كلام او ممكن هذا الاخ او مو شرط اخ يعني شخص من العائلة ماخذ منك حق او انو هو حاش عليك شي ضلم المهم قاعد اشوف انو الك حق يوم شخص من العائلة وانت نوعا ما مأيس انو هذا شخص راح يرجع لك حقك منتظر من عند انو هو يجي اي صالحك او حتى يرجع لك الحق اللي ما اخدم من عندك ولكن هذا شخص اشوفه شوية كلام احد فاحضر بعض النزاعات مع الاخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الاشياء ممكن يتخص اوضاع مادية كورث يعني اشياء تخص المادة بالذات فاشوف اكو احباط عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الامور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص اكو شخص راح يتدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نجي بالتفصيل على الوضاع العاطفي حتى انا هوايا نحنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة هسا خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعد اشوف انو انت تريد تمدي بداية جديدة ولكن انت ما عندك القوة انو انت تمدي بداية جديدة ما عندك القدرة انت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف انو انت تغامر بالفترة الحالية اكو تردد ممكن اكو اشخاص حاليا بحياتك موجودين دايحاولون انو يتقربون من عندك ولكن انت ما قاعد تعرفش تريد اكو هوايا اشخاص خاصة بالتواصل دايحاولون يتواصلون دايحاولون انو يتقربون من عندك ولكن انت طاقتك العامة انت ما قاعد ما قاعد تقبل انو هذول الاشخاص يدخلون حياتك لان عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب ازمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة ممكن ست شهور ممكن ست اسابيع هذا الشخص من راح او من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف احد عليك وانت واردي عرفت انو هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشي اللي يسبب لك عدم ثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية انت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت اشوف البعض من برج الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انو يرحون منح الاستقرار منح الزواج انو هو ميريد بعد يبقى سنجل ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو ديريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق علاقة كانت كلها تعب كلها مسئوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث ودامة كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس عالاغلب انت عارف هنا انا عندي اوراقك انو هذا الشخص كان عنده طرف ثالث هذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة مؤثر عليك هوايا ويجرح بالكلام هذا الشخص يجرح بكلام ما يحب يسيطر يعني يركز على العيوب اكثر من المميزات يعني شخص سلبي انسان سيء رغم انو اشوف هذا الشي ما متناسب ويا عمره وممكن تكون طاقته شوية كبيرة هنا طالع يمي طالع يمي طاقة الكوين طاقة تينوفون فهو يعني من تشوفه هو شخصية هو شخص تعبان على النفسه ممكن عنده مسئوليات ولكن هو نوعا ما اشوف ان هو يجرح بالكلام يحكي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيش طاقة اكو ناس يتقلل من قيمتك وتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك حتى انت تقول اوه هذا شخص قاعد يحكي او هو هيش و هيش شايفني او انو يقنعك انو انت بيك خطأ يقنعك انو انت مثلا ما تستحق انو واحد ينطيك قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا هاي شخصية الانسان النرجسي واساسا هنان اذا شوف انو العلاقة مالتكم علاقة بها كارما كانت فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان كان بينكم اكو طرف ثالث مأثر على العلاقة والطرف الثالث هنا هو امرأة طالع يمي موجودة اما هذا الشخص ممكن يكون متزوج او تركك وراح تزواج فانت هذا الشي متعبك بس اللي قاعد اشوف انو العلاقة اللي بناتكم القدر توقف عن دعمها فحتى هذا الشخص اذا رجع مرة ثانية اذا انو انا يشوف انو راح يحاول يتواصل ياك هاي الفترة حتى الهو كان بعيد بس الرجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لو حد شدته فترة راح ترجعون تفترقون لانو القدر توقف ان هو يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلاص انتهت بس انتو اللي قاعد تحاولون انو تمشيوها هنانا واتقلعون نفسكم انو ماكوش ينتهي هو اذا يشوف انو ماكوش ينتهي هو منتظر فترة ممكن انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود ولي راح يظل اساسا موجود وبعدها راح يحاول يجي يحجو اياك ويصالحك يؤثر عليك بكلمة كلمتين يعرف انو انت عاطفي وهو مؤثر عليك اساسا وموصلك الطاقة انو انت ما تقدر تبدو ايا شخص صغيرا انو هو شخص المناسب وهو بس هو اللي يرايدك وبس هو اللي معبرك مثل ما نقول مع انو انت قيمتك اكبر بس هو دا يحاول يوصلك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك وشوقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببيناتكم يعني يرجع يحاول يضلل عليك ويرجعك اليه فهذا الشخص المنرجسي اللي موجوده اللي عنده طرف ثالث بحياتك هذا لا تنطي فرصة انا اقول انو التركي وانت متردد انو انت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة واني اساسا قاعد اشوف انو انت من الغلط انو تبدأ بعلاقة جديدة هسا فتروى واخذ فترة علاج الحد ما تحس نفسك انو انت يعني استعدت ثقتك بنفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك اولا يعني حب نفسك حتى الناس تحبك اول اهم حب هو حب النفس فما اقولك تصير اناني ومغرور بس يعني حب النفس شرط لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لان احنا كلنا طاقة فانت هسا الطاقة اللي اذا تصدرها للناس انو انت شخص ما عندك ثقب نفسك شخص مهزوز فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيك فريسة هي الطاقة راح تسحبه ما راح يجي هذا الشخص اليك راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك راح يصير بيك نفس الشي اللي يصار وياك ويا هذا الشخص راح يحاول يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك سيطر على مشاعرك وبعدها راح يحمي تركك وراح تكون بحالة نفسية اسوأ من قبلها فاول شيح بنفسك راجع نفسك رجع ثقتك بنفسك حاول تسوي اشياء عزز الثقة بنفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع لانه انا اشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل اياك عن قريب ففي حال يتواصل اياك هذا الشخص الي اشوفه انه تقطع فورا لانه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها شيء لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص هسا قبل ما لاني القراءة خلي اقولكم الابراج اللي طلعت لي برج الحوت طلع مرتين برج الحمل عدنا هنانا برج الثور برج الاسد برج السرطان برج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية هوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي تشانة نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزاء ان شاء الله القراءة جاية اشوفكم وبوضع احسن وبحال احسن وتبدأون بدايات جديدة وتذكروا دائما من الحاج اللي قلت لكم اياه بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لانه اذا انت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ما خضها عن نفسك ما راح تلقي الخيار المناسب ما راح يجيك الشخص اللي انت تنتظره راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط فحب نفسك اولا وبعد